يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والستون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك ملحق بانوراما الظهور إنه عنواننا الثاني حوزة الحمير أعني الحوزة الطوسية منذ أن أسست وإلى هذه اللحظة في النجف وكربلاء لا تستعجلوا علي استبروا علي ستعرفون الحقيقة وستعلمون وستعلمون بنحو قطعيا من أن الحوزة هي هي أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء إنها الحوزة الطوسية التي أسسها الطوسي سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة هي هي بنفسها التي أتحدث عنها وأصفها بأنها حوزة الحمير وأنا مسؤول عن كلامي هذا إنه الجزء الثاني تقدم الكلام في الجزء الأول من هذا العنوان في الحلقة الماضية حيث بيّنت لكم من أن الكتاب الكريم في سورة الجمعة قسم رجال الدين إلى مجموعتين هناك مجموعة رجل الدين الإنسان وهناك مجموعة رجل الدين الحمار إلا أن القرآن تحدث عن رجل دين حمار يحمل معلومات صحيحة الذين حملوا التوراة والقرآن يتحدث عن التوراة الصحيحة لكنهم أساء فهمها وأساء تطبيقها أما مراجع النهجف وكربلاء فإنهم لا يحملون معلومات صحيحة يحملون معلومات خاطئة أخذوها عن الذين سبقوهم إنهم يقلدون بعضهم البعض ويقدسون بعضهم البعض حميرهم ضالة هذا الموضوع تحدثت عنه في مئات من الحلقات وفي مئات ومئات من الساعات وعرضت الحقائق والوثائق والشواهد والأدلة بالمئات بالمئات وكل هذا يُعرض عبر هذه الشاشة ويتوفر على الشبكة العنكبوتية لكنني أردت أن أقف عند هذا العنوان كي أضرب لكم أمثلة على وجه السرعة وبنحو إجمالي لأن حلقاتي هذا الملحق الذي ألحقته بفانوراما الظهور المهدوي تتناول واقعنا الشيعية المعاصر كي نعرف ما حولنا إلى أين نحن ذاهبون وما هذا الواقع الذي نعيش فيه إنه واقع ضلال وتيهن واقع جهالة وضلالة وتفاهة وسخافة وكل ذلك بفعل المراجع الطوسيين في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء وسبب إنها حوزة حمير حوزة حمير إنني أتحدث عن البشر الحمير بحسب منطق القرآن فالقرآن كما قلت لكم قسم رجال الدين إلى مجموعتين إلى مجموعة رجل الدين الإنسان ومجموعة رجل الدين الحمار حوزته النجف وكربلاء بكل مراجعها من دون استثناء بقضها وقضيضها من المجموعة الثانية من مجموعة رجل الدين الحمار بحسب موازين القرآن حدثتكم عن الميزان الذي نزن به رجال الدين نزن به أولئك الذين يقولون نحن العلماء في الدين نحن المراجع في الدين أخذتكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة لكنني ما استطعت أن أكمل كلامي فإن وقت الحلقة قد انتهى وأنا ما أنهيت مقصدي لذا سأكمل لكم من حيث انتهيت واضح عندنا من كل ما تقدم في الحلقة الماضية من القرآن الصريح والواضح ومن أحاديث العترة الطاهرة من أن لغة الله التي هي لغة الدين نحن لا نفهمها لا بد من مترجم إنهم تراجمة الوحي محمد وآل محمد والقرآن أخبرنا بصريح العبارة في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وما يعلم تأويله وما يعلم تأويل القرآن وتأويل القرآن حقائقه إنها المعاني الأولى التي أسس عليها القرآن تأويل الشيء إرجاعه إلى أوله إلى أصله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم والراسخون في العلم هذا العنوان ينطبق فقط وفقط وفقط على محمد وعلي وفاطمة وهؤلاء هم أئمة الأئمة وعلى ولد علي وفاطمة إنهم أئمتنا المعصومون من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد إلى إمام زماننا هؤلاء هم الراسخون في العلم فقط وفقط وفقط إن كان الكلام في الملأ الأعلى وإن كان الكلام في الملأ الأسفل إن كان الكلام في عوالم النور أو كان الكلام في عوالم الظلام في كل صقع من أسقاع الوجود الراسخون في العلم فقط وفقط وفقط هؤلاء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء هم التراجمة الذين يترجمون ما يريد الله لخلقه ليس للشيعة فقط نحن هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق الكلام ليس عن الشيعة الكلام ليس عن المسلمين الكلام ليس عن الآدميين الكلام ليس عن الإنس والجن الكلام الكلام ليس عن الإنس والجن والملائكة الخلق الخلق ما يرى وما لا يرى ما نعرفه وما لا نعرفه إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وهذا الحساب ليس مختصاً بموقف من المواقف ليس مختصاً بيوم القيامة هذا الحساب حساب منذ بداية الخلق إلى نهاية الخلق وحتى حينما يذهب الذاهبون إلى جنانهم ويذهب الذاهبون إلى نيرانهم وما بعد هذا وما وراء هذا إياب الخلق إليكم الخلق بكل مراتبه وبكل أصنافه وبكل شؤونه إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفي الزيارة نفسها في الزيارة الجامعة الكبيرة نخاطبهم صلوات الله عليهم وأمره أمر الله وأمره إليكم وأمره إليكم هذه الكلمة القصيرة تغنينا عن كثير من الكلام وعن كثير من الشرح والتفصيل والبيان وأمره إليكم وأمر الله إليكم إلى محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذن هناك مترجم وهذا المترجم إمام زماننا وبينت لكم من أن ترجمة إمام زماننا حتى في زمان غيبته تصل إلى أوليائه المخلصين فإنه يسقيهم 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 كؤوس الحكمة صباحا ومساء أمير المؤمنين أخبرنا بذلك لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم لكنني أذكركم كي أختم الحديث من أننا بايعنا في الغدير على أن نأخذ القرآن من علي من علي من علي وآل علي على أن نأخذ الفهم في شؤون الدين وشؤون الدنيا إنه المنطق العلوي إنه المنطق الذي يجب علينا أن نجعل عقولنا وقلوبنا وضمائرنا وأفكارنا تدور مداره وتتجه باتجاهاته وتصب في كل مضمونها في المجرى الذي يريد هذا المنطق منا أن نكون فيه هذا علي يفهمكم بعدي من هنا يأخذ الفهم ومن هنا نأخذ قواعد المنطقي في فكرنا الديني في فكرنا الدنيوي في فكرنا الإنساني في كل شيء يرتبط بإدراكنا وفي كل مستويات الإدراك ما يرتبط بالعقل ما يرتبط بالقلب ما يرتبط بالحس ما يرتبط بما هو مشترك بين مصادر الفكر هذه ومصادر المعلومات وما يرتبط بالبصيرة البصيرة مصدرها ولاية علي وآل علي فقط ولا يوجد مصدر آخر هذا هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل كنا أوفياء أم أننا غدرنا الشيعة غدر لا شأن لي بنواصب سقيفة بني ساعدة أولئك قوم على ملة ونحن على ملة أخرى إنما أتحدث عن الذين يدعون أنهم على ملة الغدير على ملة علي وآل علي هل كانوا أوفياء لقد غدروا لقد غدروا بالغدير الدليل كتب التفسير الدليل كتب العقائد الدليل الرسائل العملية كل هذا جرى بعيدا عن منهج بيعة الغدير لقطات أأخذها من نهج البلاغة الشريف كي أكمل كلامي كي تتضح الصورة الكاملة للميزان الذي نزن به أولئك الذين يقولون نحن نحن مراجع الدين نحن علماء الدين ولا هم مراجع ولا هم علماء ولا هم بطيخ ولا هم قنادر إنني أقرأ من نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة في صفحة السادسة والعشرين والكلام قد رقم بالرقم الثامن عشر أمير المؤمنين يتحدث عن القرآن فيقول وإن القرآن ظاهره أنيق أناقة القرآن هي التي حدثكم عنها في ما مر علينا من آيات ومن روايات في الحلقة الماضية وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق أما أعماق القرآن فإنني ما حدثتكم عنها لأنني أساسا لا أعرفها وما حدثنا به الأئمة فإنه في أفق المدارات ولذا فإن الكلام يدور في مدار أناقة القرآن وإن القرآن ظاهره أنيق أي جمال هذا في تعابير عهلي أي جمال أي جمال وأية حلاوة في هذه الألفاظ وأية طلاوة تسري بين الحروف والكلمات هذا هو علي تشع أثاره تشع أثاره في ألفاظه وأقواله وأقواله وكل هذا وفقا لقانون المدارات البلاغة التي أبرزها علي صلوات الله بحدود المدارات بلاغته هو لأن البلاغة بحسب البليغ بلاغته هو بحسبه نحن لا نستطيع أن نتصورها مهما كنا مبدعين في البلاغة والفصاحة لأننا لا نعرف كنها عاليا فكيف نعرف كنها بلاغته جذور البلاغة تمثل مضمون البليغ لذا فإن البلاغة في كلامه هي وفقا لقانون المدارات وفقا لفهمنا لما نستشعره ونتذوقه من حلاوة التعبير وجمال رصف المعاني ونض الألفاظ كيف تنضد الألفاظ وكيف ترصف المعاني وتلك هي البلاغة لكنها بحسبنا وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه وكيف تفنى وهو يأخذ مدده من محمد وأهل محمد كيف تفنى عجائبه هل تفنى عجائب محمد وأهل محمد وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به هذا هو القرآن بشرط 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 أن يكون مقترنا بعلي وآل علي مرتبطا بعلي وآل علي وإلا فإنه سيصبح كتاب ظلمات الدليل هذه تفاسير سقيفة بني ساعد وهذه تفاسير سقيفة بني طوسي ظلمات فوقها ظلمات وضلالات فوقها ضلالات مسخرة مسخرة لكن المسلمين يقنعون أنفسهم بما أن القرآن معجزة خالدة هكذا يقولون سيكون تفسيره أيضا معجزة خالدة المسلمون يضحكون على أنفسه وهم مسخرة أساسا منذ أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله في سنة الحادية بعد العاشرة للهجرة منذ ذلك التاريخ والمسلمون مسخرة وشعة كذلك منذ بداية الغيبة الكبرى وبالنسبة لنا الأجيال القديمة ذهبت وذهب معها ما جرى عليها نحن 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 آثار جريمة الطوسي حينما أسس المذهب الطوسي اللعين سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة لا زالت آثار تلك الجريمة هي التي تعصف بنا تأخذنا يمينا تارة وتأخذنا يسارا تارة أخرى ننتقل من تيه إلى تيه مثل ما قال أمير المؤمنين وهو يخبرنا عن أحوالنا عن أحوال الشيعة في زمان الغيبة الطويلة من أنهم سيتيهون تيها إذا أردنا أن نقيسه بتيه بني إسرائيل سيتيهون أضعاف تيه بني إسرائيل هذه كلمات أمير المؤمنين وسيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى كلام أمير المؤمنين وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به هذا القرآن إذا ذهبنا بسذاجتنا إلى ألفاظه بحدود حاق ألفاظه فإننا سنضيعه سنضيعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لابن عباس لما أراد أن يحاجج الخوارج إنهم خوارج العراق في واقعة صفين ماذا قال له أمير المؤمنين لا تخاصمهم بالقرآن لماذا 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 لا يخاصمهم ابن عباس بالقرآن لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه حينما نذهب باتجاه الألفاظ وبحدود فهمنا بعيدا عن العترة الطاهرة وهذه متاهة المسلمين متاهة المسلمين هنا فكل مجموعة عبثت بنفسها وعبثت بتفسير القرآن منذ رحيل رسول الله عن هذه الدنيا وإلى هذه اللحظة ومثلما عبث الآخرون بالقرآن وبدين القرآن عبث مراجع الشيعة كذلك بالقرآن وبدين القرآن بعيدا عن العترة الطاهرة ويضحكون علينا يقولون لنا من أن تفسيرهم هذا هو تفسير العترة الطاهرة وحق العترة الطاهرة كذابون كذابون دجالون مزيفون غدارون غدروا ببرنامج بيعة الغدير لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقولوا تقولوا ويقولون لأن الحديثة سيكون في دائرة الألفاظ وما هم يفهمون ما هم يفهمونه من تلك الألفاظ بحسب أمزجتهم لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقولوا ويقولون إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في كلامه لابن عباس أمير المؤمنين هكذا يقول لنا إنني أقرأ إنني أقرأ عليكم من كلامه المرقم بالرقم الخامس والعشرين بعد المئة من صفحة التاسعة والعشرين بعد المئة سيد الأوصياء هكذا يقول هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين إنه يتحدث عن المصحف هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين مر علينا كلامه مع ذلك الذي جاءه مشككا بالقرآن فقال له أمير المؤمنين من أن كلام الله ليس ككلام البشر فإن كلام الله صفته أما كلام البشر أفعاله هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين هذا القرآن هنا لفظة القرآن جاءت مفتوحة استمرارا للسياق المتقدم وإلا لو كان الكلام ابتداءا فإننا نقول هذا القرآن فإذا أردنا أن نبدأ بالكلام من هذا نقول هذا القرآن وإذا أردنا أن ننظر إلى ما تقدم من كلام في السياق نفسه فيكون الإعراب هكذا هذا القرآن هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان إنه كتاب صامت مصحف لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان هناك تعانق كامل وتوافق متسق وتطابق من جميع الجهات ما بين آيات الكتاب الكريم وكلماتهم كل المضامين التي مرت في الحلقة الماضية تلخصها هذه الجملة ولا بد له من ترجمان لأنه لا يستطيع أن ينطق وإنما ينطق عنه الرجال من هم هؤلاء الرجال أولئك الذين وصفهم القرآن بالراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم الرجال الذين يتحدث عنهم سيد الأوصية هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال ما جاء من كلام أمير المؤمنين من خطبته الثالثة والثلاثين بعد المئة في صفحة السادسة والثلاثين بعد المئة حيث يقول سيد الأوصية كتاب الله تبصرون به تبصرون به إذا تمسكنا به وبالعترة وإلا فإنه سيكون سببا للعمها لأن النبي أعطانا ضمانا بأي شيء أعطانا ضمانا حين نتمسك بهما معا ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضل بعد أبدا أما يريد الناس أن يتمسك بالكتاب من دون العترة فإنه الضلال لأن ضمان الهدى أن نتمسك بهما معا فليس هناك من افتراق ولا فيما هو أقل من الثانية كتاب الله تبصرون به نبصر به إذا كنا مع العترة وتنطقون به إذا كنا مع العترة وتسمعون به إذا كنا مع العترة وينطق بعضه ببعض إذا كنا مع العترة وإلا فإن قواعد التفسير عندهم أيما رجل ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر إنما يفسر القرآن نفسه بنفسه بحسب منهج العترة إذا كنا نتمسك بالكتاب والعترة معا من دون تفريق في كل المستويات كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض علماء الشيعة يأخذون هذه الكلمة بعيدا عن كل تلك الحقائق ويقولون من أن القرآن يفسر نفسه بنفسه مثل ما فعل الطباطبائي في الميزان وفعل غيره متبعا منهجه في التفسير في تفسير الضلال هذا كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض ولا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله متى تتحقق هذه المعاني حينما نكون مع العترة إذا ذهبنا لوحدنا باتجاه القرآن فإننا قد ذهبنا باتجاه الضلال القرآن كتاب هدى مع العترة الطاهرة وكتاب ضلال من دون العترة الطاهرة لأننا لا ندرك أغواره ولا نحيط بأسراره هذا هو الكتاب الناطق إنه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة سيد الأوصياء يقول ذلك القرآن فاستنطقوه هو يأمرنا لماذا يأمرنا كي نعرف الحقيقة ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق مستحيل أن ينطق لكم جرب إذا أردتم أن تستنطقوا القرآن مثل ما يقول مفسر الشيعة من أن المفسر يستنطق القرآن مثل ما يقول محمد باقر الصدر مثلا وبإمكانه أن يستخرج الحقائق من القرآن أمير المؤمنين يقول ولي ينطق مستحيل أن ينطق لكم ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق هذه لن للنفي التأبيدي ولي ينطق ولكن ماذا نفعل يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين يعطينا الحل يقول ولكن أخبركم عن أنا الذي أخبركم إنها بيعة الغدير حل الحلول في بيعة الغدير ولكن أخبركم عن ألا إن فيه علم ما يأتي من منا يستطيع أن يستخرج علم ما يأتي الذين يستخرجون علم ما يأتي من القرآن هم أهل محمد ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم كل هذا في القرآن لكننا لا نستطيع أن نستكشفه لأن القرآن كتاب مجمل وتفصيل الإجمال لا نملكه لا نحن ولا يملكه غيرنا هذه الكلمة القصيرة من كلماتهم صلوات الله عليهم من أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به هناك هناك جهة خوطبت بهذا القرآن إنهم الراسخون في العلم الراسخون في العلم هم الذين خوطبوا بهذا القرآن ولذا هم يفهمونه ويعرفون أسراره وما يعلم تأويله إلا الله الذي خاطبه والراسخون في العلم وهم المخاطبون بهذا القرآن ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق لن ينطق كذابون أنتم يا أصحاب العمائم من أنكم تستنطقون القرآن وهو ينطق ويتحدث معكم كذابون أنتم جهال حمير هذه قواعد التفسير عند علي وآل علي ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق لن ينطق مستحيل هذا ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم صلوات الله على أمير المؤمنين صلوات الله على علي وآل علي وحينما أصلي على علي وآل علي إنني أصلي على محمد وآل محمد فإن محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا وعلي صلوات الله عليه هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا وآية المباهلة في الكتاب الكريم تشير إلى هذه الحقيقة وأنفسنا نذهب إلى فصل الآية الثانية والستون الآية الثانية والستون بعد البسملة من سورة المؤمنون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بحسب قراءة العترة الطاهرة ولدينا كتاب ينطق بالحق وليس ينطق بالحق ولدينا كتاب ينطق بالحق ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون إنها الآية الثانية والستون بعد البسملة من سورة المؤمنون الكلام هو هو في الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة الجاثية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق بحسب قراءة العترة بحسب قراءة العترة الطاهرة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فالكتاب لا ينطق وإنما ينطق به الناطقون إنهم محمد وآل محمد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق في سورة النجم في الآية الثالثة بعد البسملة وما ينطق عن الهوى وما بعدها إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى وهذا المضمون ينطبق على محمد وعلى آل محمد لأن الفيض واحد والإشارة واضحة في مضمون الصلاة على رسول الله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حينما نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نهاء المسلمين أن يصلوا على رسول الله بصلاة البتراء نهاهم عن الصلاة البتراء وإنما الصلاة على محمد وآل محمد فصلاة هي إشارة إلى فيض الله الفيض نازل على محمد هو هو بعينه نازل على آل محمد وما ينطق عن الهوى هذا مثال من أمثلة الصلة بالله مثال من أمثلة لطف الله بمحمد صلى الله عليه وآله هو هو في آله الأطهار هو ما ينطق عن الهوى وهم أيضا ما ينطقون عن الهوى ولذا فإنهم هم الذين ينطقون بهذا الكتاب الكتاب لا ينطق بنفسه هكذا يقرؤون قرآنهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق والناطق هو محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في صفحة السادسة والثلاثين بعد الستمائة بسنده بسند القمي عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبو بصير يقول قلت هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فماذا قال الصادق صلوات الله عليه إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق كلام أمير المؤمنين الذي قرأته عليكم من نهج البلاغة الشريف منهج واحد حديثهم واحد قرآنهم واحد أبو بصير قرأ الآية مثل ما هي في المصحف بحسب قراءة سقيفة بني ساعد هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله هو أن ناطق بالكتاب وهذا يأتي منسجما مع برنامج البعثة المحمدية مثل ما جاء في سورة الجمعة في الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته هو الذي ينطق بها يتلو عليهم آياته التلاوة من هنا تأتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن القرآن يصدق بعضه بعضا إذا فهمناه بحسب بيعة الغدير بحسب موازين ومواثيق بيعة الغدير أن نأخذ حقائقه من علي وآل علي فقط هكذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب قال الله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فقلت إنا لا نقرأها هكذا فقال هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله تحريف واضح في القراءة ما هي القراءات تحريف من فنون تحريف كتاب الله هذه القراءات إذا كان نواصب سقيفة بني ساعد يقولون من أن القرآن نزل على سبعة أحرف وقالوا من أن المراد من هذا هي هذه القراءات السبع إذن لماذا وصلت في يومنا هذا إلى أربعين قراءة هناك أربعون قراءة عندهم وهذه القراءات مثبتة في كتبهم إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف وهم كما يقولون إنها القراءات السبع وإحداها قراءة الكساء ذلك اللوطي المشهور لوطي شهير جدا إذن لماذا وصلت القراءات عند أتباع سقيفة بن ساعدة إلى أربعين قراءة لماذا على أي حال هذا هو التحريف هذا التحريف في القراءة وهو نوع من أنواع التحريف التي لحقت بالقرآن هناك أنواع أخرى كثيرة فقلت إنا لا نقرأها هكذا ينطق وإنما نقرأها ينطق فقال هكذا والله نزل بها جبرائيل على محمد ولكنه فيما حرف من كتاب الله هذا ما جاء في تفسير القموي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية في الكافي أيضا والكلين تلميذ القموي هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات في الصفحة السابعة والأربعين إنه الحديث الحادي عشر عن أبي بصير عن إمام الصادق صلوات الله عليه الكلام هو الكلام قلت له قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فقال إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق ولكن رسول الله هو الناطق بالكتاب قال الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال قلت جعلت في ذاك إنا لا نقرأ وهكذا فقال هكذا والله نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله ولكنه فيما حرف من كتاب الله الكلام هو هو والألفاظ هي هي لكنني أردت أن أقول لكم من أن الحقائق هذه موجودة في أهم كتبنا إذا كان مراجع النجف وكربلاء يشككون في تفسير القمو فإن الرواية أيضا جاءت في الكافي ولا يعبؤون حتى لو جاءت في الكافي هؤلاء حمير شياطين يشككون في كل شيء يرتبط بالعترة الطاهرة تأويل الآيات تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجف الاسترابادي من أعلام الشيعة في القرن العاشر الهجري وهذه طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة إنه الجزء الثاني في صفحة السابعة والسبعين بعد الخمسمائة إنه الحديث السابع بسنده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال إن الكتاب لا ينطق ولكن محمدا وأهل بيته هم الناطقون بالكتاب تلاحظون أن المضامين واحدة وأن الحقيقة صارت جلية عندنا قرآن وهذا القرآن بحاجة إلى مترجم والمترجم محمد وآل محمد في زمان الغيبة المترجم إمام زماننا وإن تفسيره يصل إلى أوليائه وإن كؤوس حكمة القرآن يسقون بها صباحا ومساء فأين تضعون هراء مراجع النجف وكربلاء من هذه الحقائق كما قلت لكم إنها حوزة الحمير إنها حوزة الحمير وستطلعون على التفاصيل نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 سأضرب لكم أمثلة من واقع حوزة الحمير إنها الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء وسأبدأ من مرجع كبير جدا يقال عنه من أنه أستاذ المراجع وفعلا فإن العديد من تلامذته صاروا من مراجع الشيعة المعروفين والمشهورين جدا إنني أتحدث عن الميرزى إحسين النائيني المتوفى سنة ألف وثلاثمية وخمسة وخمسين للهجرة سأقرأ عليكم قائمة لبعض تلامذته إنني أقرأ من مقدمة الجزء الأول من كتاب أجود التقريرات سأحدثكم عن هذا الكتاب هذه طبعة مؤسسة صاحب الأمر صلوات الله عليه قموا المقدسة وهذه هي الطبعة الثانية ألف أربعمية وثلاثين هجر قمر في صفحة السادسة والثلاثين تلامذته وهذا أمر معروف هذه الأسماء معروفة جدا من أنهم تلامذة النائيني من أشهرهم هذه قائمة للأسماء المشهورة جدا الميرزى مهدي الأصفهاني هذا الذي رفض حوزة النجف ورفض علم أصولها وأسس مدرسة خاصة به في مدينة مشهد والتي تعرف بالمدرسة المعارفية كما هم يطلقون عليها أصحاب هذه المدرسة وقد يقولون عنها المدرسة التفكيكية الذين هم من خارج المدرسة على أي حال الميرزى مهدي الأصفهاني هو هذا الذي وصلت إليه الرسالة من إمام زماننا وبطريقة عجيبة كانت مكتوبة على صدر إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا على أي حال الرجل ترك النجف وترك المنهج الطوسي والكلام يحتاج إلى تفصيل لست بصدده الميرزى مهدي الأصفهاني والسيد جمال الدين القلبايقاني من المراجع المعروفين في النجف وكان يفترض أن تكون المرجعية له بعد أبو الحسن الأصفهاني لأن أبو الحسن الأصفهاني قد رشحه للمرجعية من بعده لكن محسن الحكيم هو الذي منعه أن يتصدى للمرجعية وبالقوة وبالقوة من أشهرهم الميرزى مهدي الأصفهاني والسيد جمال الدين القلبايقاني والشيخ موسى الخانساري وهو من الأعلام المعروفين أنا لا أريد أن أقف عند كل أحد والميرزى أبو الفضل الخانساري الأصفهاني والشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني والسيد محمود الشهرود من مراجع النجف الكبار والسيد أبو القاسم الخوئي وهذا الكتاب هو تقريرات الخوئي لأبحاث النائين في علم أصول الفقه والسيد أبو القاسم الخوئي والشيخ حسين الحلي وهذا أيضا يقال عنه من أنه أستاذ المراجع والميرزى حسن البجوناردي أيضا من المراجع الكبار في النجف وله كتاب معروف كتاب القواعد الفقهية والميرزى باقر الزنجاني والشيخ علي محمد البرجردي والسيد علي مدد القائيني هذه الأسماء معروفة جدا لكنني لا أجد وقتا للحديث عن كل هذه الأسماء والسيد هادي الميلاني وهو اسم معروف بارز والميرزى إحسين السبزواري والميرزى محمد نجل الآخند الخراساني فالميرزى النائيني كان تلميذا عند الآخند الخراساني وكان يعتمد عليه اعتمادا كبيرا خصوصا في الأمور السياسية والاجتماعية والتبليغية والميرزى محمد نجل الآخند الخراساني وأخوه الميرزى أحمد والميرزى أحمد الأشتياني علم من الأعلام معروف جدا والشيخ محمد تقي الآملي هذه الأسماء كلها معروفة معروفة جدا في الوسط الحوزوي الشيعي وسيد محمد تقي الخنساري وسيد محمد حسين الطباطبائي إنه صاحب الميزان والسيد مرتضى والشيخ أبو زرق الأشرفي الشاهرودي القائمة طويلة طويلة جدا الكثير من هؤلاء صاروا من مراجع الشيعة في الطبقة الأولى أو من مراجع الشيعة في الطبقة الثانية أو من كبار أساتذة البحث الخارجي في حوزة النجف وغيرها هؤلاء هم تلامذته كبار علماء الشيعة ولذا يقول عنه من أنه أستاذ المراجع الميرزى إحسين النائيني رجاء أعرض لنا صورته هذا هو الميرزى إحسين النائيني كل هؤلاء كانوا يحضرون دروسه ومعروف أنه كما يقولون عنه يمثل مدرسة شاخصة في علم الأصول في علم أصول الفقه وإلى يومنا هذا في الدروس الحوزوية تدرس آراؤه وتطرح في أبحاث الخارج في حوزة النجف وغيرها حينما يتصدى المتصدون لتدريس علم أصول الفقه إذن هو علم بارز في الحوزة الطوسية الخوئي تلميذه ومن أبرز تلاميذه وقد قرر أبحاثه الأصولية التي كان يحضرها فهذه هي الطريقة في تقرير الأبحاث الأستاذ يلقي دروسه والتلامذة المبرزون هم الذين يقررون الأبحاث وتكون هذه التقريرات بمثابة وسيلة لإثبات اجتهاد المقرر عند أستاذه هذا هو الشيء المتعارف عليه في أوساط الحوزة الطوسية الخوئي كان تلميذا مقربا من النائين وقرر أبحاثه في هذا الكتاب وهو كتاب معروف في الأوساط الحوزوية أجود التقريرات إنها تقريرات أبحاثي ودروسي الميرز حسين النائيني في علم أصول الفقه في مبحث البراءة وهذه البحوث بحوث مبنائية لا مجال للمزاح فيها ولا مجال للعبث فيها بحسب ما هم يقولون إنني أتكلم بكلامهم في الحقيقة أنا لا أشتري كلامهم بفردة نعل ممزقة وسخة لا أبالي بكلامهم لكنني أنقل لكم كلامهم كي تعرفوا الصورة كيف هي لا أريد أن أزور في صورتي إنما أنقلها لكم كما هي لا أضيف عليها شيئا ولا أن تقصوا منها شيئا كي تعرفوا الحقيقة بشكل واضح وجلي في مباحث البراءة وهي من المباحث المهمة والمبنائية في علم أصول الفقه لاستنباط الفتاوى لاستنباط الأحكام الشرعية بحسب ما هم يقولون النائين جاءنا بآية كما يزعم هو من أنها من آيات القرآن لكنها ليست آية من آيات القرآن أثبتها ثم فرع عليها وأسس عليها مبانيه جاء بآية لا توجد في الكتاب الكريم ولم تذكر حتى في الروايات التي تحدثت عن وجود آيات محرفة كل هؤلاء العلماء كانوا يحضرون درسه لم يعلق أحد منهم لم يعترض أحد منهم لأن الجميع في مستوى واحد من الاستحمار كل هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم من كبار مراجع الشيعة لم يعترضوا على النائين لا في حياته ولا بعد مماته الخوء نفسه أثبت الآية ونسبها إلى الله سبحانه وتعالى في تقريرات أبحاث النائين هذا ما هو بخطأ عارض ما نحن كلنا نخطئ أخطاء عارضة يمكن للإنسان أن يحفظ آية وينسى نصها فحينما يذكرها وهو يتصور أن النص الصحيح هو هذا لكنه يذكرها بنحو خاطئ يمكن أن يتلفظها بطريقة خاطئة وهو ليس ملتفتا لخطائه يمكن أن يكتبها ويكون مخطئا في كتابته يمكن أن تكون الآيات متعرضة للأخطاء المطبعية وهكذا كثير الكلام مثلي يكون كثير السقطات وكثير الحفوات وهذا شيء طبيعي إنها طبيعة البشر لكن أن يكون الكلام في دروس البحث الخارج التي يفترض أنها خلاصة التحقيق وليس الكلام يقف عند هذا الحد بل يعتى بالآية وتجعل دليلا في سياق تأسيس المباني هذا أمر مبنائي ويستمر في بحث طويل بحث البراءة من الأبحاث الطويلة في علم أصول الفقه ويستمر في بحث طويل وهو يعتقد من أن الآية التي ذكرها موجودة في الكتاب الكريم ولا وجود لآية كهذه التي جاء بها كبار علماء الحوزة كانوا يحضرون درسه والذين أصبحوا مراجع هم الآخرون لا يعلمون أن الآية هذه هي من افتراء المرز النائين ليست من القرآن قطعا هو لم يكن متعمدا في افتراء هذه الآية لكن جهله بالقرآن وجهل هؤلاء العلماء الكبار الذين صاروا مراجع الشيعة وهذا الذي جعل الآية المكذوبة آية صحيحة فبنى عليها المباني وبعد ذلك أثبتت في التقريرات وأثبتها الخوئي وأصر الخوئي على أنها آية من آيات الكتاب وسأقرأ عليكم ماذا قال الخوئي ولا هي بآية ولا هم يحزنون هؤلاء أين نضعهم بحسب الميزان المتقدم هل هم من صنفي رجل الدين الإنسان الذين يتخرجون من هذا المصنع يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لو كانوا قد تخرجوا من هذا المصنع لما جاءونا بهذا الافتراء فهذا الميرزا النائني بقي على افترائه إلى أن مات لأن الآية لم تصحح ولم يتراجع عنها ولم ينبه أحد من كل هؤلاء الأسماء البارزة هذا استحمار أو ليس باستحمار ويأتي الخوع يقرر البحث وماذا بعد ماذا يقول الخوع في مقدمة بحثه أقرأ عليكم هذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل بعد المقدمة وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني أبو القاسم ابن علي أكبر الموسوي الخوع غفر الله تعالى لهما إني دقق النظر معي إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا الأستاذ علم التحقيق ومنبع الفضيلة والتدقيق من إليه ألقت الرئاسة العلمية زمامها وبفضل أبحاثه القيمة تم للعلوم الدينية نظامها حضرة المولى الميرزى محمد حسين النائين قد صلى الله تعالى أسراره هذا الكلام كتبه مقدمة للتقريرات بعد وفاة النائين وإلا فإنه عرض التقريرات على النائين والنائين أيضا قرضها وسأقرأ عليكم تقريض النائين إذن النائين افترى الآية ولم يلتفت وبقي على جهله إلى أن مات والمراجع الكبار كانوا حاضرين في درسه ولم يلتفت أحد منهم وهذا الخوئي الذي قرر أبحاثه ويقول إني كررت النظر كرر النظر في حياتي النائين وبعد وفاته لأنه هنا يقول قد صلى الله تعالى أسراره هو كرر النظر حتى بعد موت النائين ويقولون لنا من أن الخوئي يحيط علما بالقرآن ومن أن الخوئي يحفظ القرآن من جوه يضحكونا علينا هو يقول إني كررت النظر فيما كتبته سابقا من تقريرات بحث شيخنا إلى آخره يقول فغيرت بعض عباراته هذا بعد موت النائين لماذا لم يصحح الآية لأن الرجل جاهل هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير ماذا تقولون أنتم فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد مع التحفظ على عدم الاختلال بالمفات وأضفت إليها بعض المطالب التي خطرت ببالي القاصر بمقدار لا يخرج عن عنوان التعليقة على نحو الاختصار هذا يعني أنه قد قرأ الأبحاث بدقة ولذا أضاف إليها ما أضاف ولكنه كان يعد الآية آية من القرآن إنها آية النائين تذكرني بآية عمر بن الخطاب آية الشيخ والشيخة الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البته هذه آية عمر المعروفة فآية النائين هذه كآية عمر النائين نفسه افترى الآية وبقي على افترائه وأسس عليها مفانيه الأصولية ومات والآية والآية افترها كانت موجودة الأعلام العلماء المراجع المشتهدون الفقهاء لم يلتفت أحد منهم الخوئي لم يلتفت إلى هذا الأمر لا في حياة النائين ولا بعد موت النائين وهو هكذا يقول فغيرت بعض عباراته إنه راجع ما كتبه بدقة وإلا كيف يستطيع أن يغير بعض العبارات ما لم يراجع بدقة فغيرت بعض عباراته توضيحا للمراد إلى آخر ما قال النائين هو نفسه لما كتب الخوئي التقريرات وقدمها له قرض التقريرات قرضها أي كتب لها مقدمة مادحة بسم الله الرحمن الرحيم إنني أقرأ من الصفحة التاسعة والأربعين من المصدر نفسه بعد الحمد لله رب العالمين وأفضل صلواته وتحياته على أشرف بريته محمد وآله الأئمة الطاهرين فإن قرة عيني العالم العامل والفاضل الكامل عماد الأعلام وثقة الإسلام صاحب القريحة القويمة والسليقة المستقيمة والنظر الصائب والفكر الثاقب المؤيد المسدد التقي الزكي لا النائين مؤيد ومسدد ولا الخوء مؤيد ومسدد والدليل أنهم يفترون على الله المؤيد المسدد التقي الزكي جناب الأغا السيد أبو القاسم النجفي الخوء أدام الله تعالى تأييداته قد أكمل ما تقدم منه في الجزء الأول من كتابه بما أودعه في هذه الكراريس ولقد أحسن وأجاد في ضبط ما استفاد وحفظه وتحريره بأحسن عبارة خالية عن الإيجاز المخل والإطناب الممل فلله تعالى دره وعليه سبحانه أجره وأقر عينه كما أقر عين الإسلام به وله الحمد على نعمه وآلائه وأفضل صلواته على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أبد الآبدين وحرره بيمناه الداثرة أفقر البرية إلى رحمة ربه محمد عسين الغروي النائين في 22 شوال 1351 هجري قمري صحيح هذه المقدمة للجزء الأول ولكن الأجزاء الأخرى قطعا الخوء عرضها عليه مثلما عرض الجزء الأول وليس منطقيا أنه كلما عرض عليه شيئا من التقريرات فإن النائين يكتب له تقريضا هذا ليس معروفا هو تقريض واحد يكتب في الجزء الأول قطعا بقية التقريرات أيضا عرضها الخوء عليه وهذا هو المعمول به في الأوساط الحوزوية الطوسية إذن النائين افترى الآية المكذوبة على الله تعالى وجعلها أساسا في بحثه الأصولي الفقهي وجزءا من مبانيه العلماء الكبار مراجع الطائفة ذكرت لكم محمود الشاهرودي محسن الحكيم محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان الخوء و الميلاني الذي يسمونه بالميلاني الكبير إلى بقية الأسماء التي ذكرتها لكم هؤلاء كانوا يحضرون درسه لم يعترض أحد منهم لم يصح أحد منهم وحتى الخوء الذي كتبت تقريرات وكرر النظر فيها وغير فيها ما غير وكان ذلك كله في حياة النائين وبعد حياة النائين ومع ذلك بقيت الآية المكذوبة على الله في هذه التقريرات صحيح في السنوات الأخيرة حذفوا هذه الآية وجاءوا بآية من الكتاب الكريم وضعوها بدلا عن تلك الآية وسنعود إلى هذه المسألة لأن المسألة هذه هي استحمار آخر لأن الآية التي جاء بها لا علاقة لها بالموضوع لأن النائين جاء بآية مكذوبة وفرع عليها ما فرع فهؤلاء بعد أن افتضح الأمر بعد مدة زمنية طويلة ماذا فعلوا رفعوا الآية المكذوبة وجاءوا بآية صحيحة لكن الآية لا علاقة لها بالموضوع سأتناول هذا الأمر هؤلاء حمير أو ليسوا بحمير بحسب موازين القرآن في سورة الجمعة قلت لكم من أن رجل الدين الحمار بحسب القرآن هو الذي يمتلك معلومات صحيحة التوراة كانت صحيحة فماذا نقول لهؤلاء الذين جاءون بقرآن ما هو بقرآن وفرعوا عليه المباني وكتبوا التقريرات وهذا مؤيد مسدد وذلك عملاق عظيم ونتيجة كلهم حمير من أولهم إلى آخر ألا تلاحظون أن الحقيقة واضحة لا تتصور أن الأمر يقف على هذه الواقعة فقال تأريق علماء الشيعة بكامله هكذا أتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة تأريق هذه الحوزة بكامله هكذا من أوله إلى يومنا هذا وسأضرب لكم الأمثلة وسأضع الحقائق بين أيديكم ولكن اصطبروا عليه سأعرض لكم النسخة التي فيها الآية المكذوبة الطبعات القديمة لهذا الكتاب أجود التقريرات إذا كانت متوفرة لديكم فاذهبوا إلى مباحث البراءة ستجدون الآية المكذوبة وتجدون أن البحث ما قبلها وما بعدها جاء مرتبطا بتلك الآية فحينما حذفوها في الطبعات المتأخرة وجاءوا بآية وضعوها بدلا عنها جاءوا بآية صحيحة من القرآن هذه الآية لا تنسجموا مع الموضوع على الإطلاق وسأبين لكم ذلك استحمار فوق الاستحمار هؤلاء حمير وحمير وحمير إذا ما دخلتم إلى الشبكة العنكبوتية لنذهب إلى المكتبة الشيعية رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة هذه صورة الصفحة الرئيسة للموقع الألكتروني للمكتبة الشيعية وهي مكتبة ألكترونية مكتبة معروفة واعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة الآية وضعناها في مستطيل أحمر رقم الصفحة 166 إذا ما ذهبتم إلى هذا الموقع وكتبتم عنوان الكتاب أجود التقريرات فاذهبوا إلى هذه الصفحة صفحة 166 رجاء قربوا لنا الآية حتى تكون واضحة هذه الآية التي وضعت في المستطيل الأحمر تستطيعون قراءتها قوله تعالى وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لا توجد آية في الكتاب الكريم بهذا النص وبالمناسبة وبالمناسبة هذه الآية مَا فِي الْأَرْضِ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِعْرِضُوا إِعْرِضُوا لَنَا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة تلاحظون أن الآية أيضاً وضعناها في مستطيل أحمر وإذا ما نظرتم إلى أعلى الصفحة فإن رقم الصفحة 166 إنه الكتاب نفسه أجود التقريرات ما كتبه الخوئي تقريراً لأبحاث النائين رجاءً اعرضوا لنا الآية المكذوبة بنحو مقرب قوله تعالى وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نذهب الآن إلى مكتبة العتبة العباسية المقدسة إنه مركز المعلومات الرقمية رجاءً اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة هذه صورة الصفحة الرئيسة لمركز المعلومات الرقمية إنها مكتبة العتبة العباسية المقدسة اعرضوا لنا الصفحة التي فيها الآية المكذوبة تلاحظون في آخر الصورة رقم الصفحة 166 الآية وضعناها في مستطيل أحمر قربوا لنا الآية تقرؤون قوله تعالى وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً نذهب إلى المكتبة الألكترونية لجامعة كربلاء رجاءً اعرضوا لنا الصفحة الرئيسة للموقع الألكتروني الرسمي لجامعة كربلاء هذه الصفحة الرئيسة للموقع الألكتروني الرسمي لجامعة كربلاء واعرضوا لنا الصفحة التي هي من كتاب أجود التقريرات تقريرات الخوئي لأبحاث النائين إنها الصفحة التي فيها الآية المكذوبة على الله تعالى من خلال المكتبة الألكترونية لجامعة كربلاء هذه الصفحة وتلاحظون أن الرقم في آخر الصفحة هو 166 الآية المكذوبة وضعناها في مستطيل أحمر رجاء قربوا لنا الآية كي يتسنى للمشاهدين أن يطلعوا عليها بإمكانكم أن تقرأوا قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميعا الموقع الخامس إنها مكتبة المحسن الألكترونية رجاء أن اعرضوا لنا صورة الصفحة الرئيسة لهذه المكتبة هذه صورة الصفحة الرئيسة لمكتبة المحسن الألكترونية واعرضوا لنا صفحة الكتاب التي فيها الآية المكذوبة تلاحظون في آخر الصفحة الرقم إنه رقم الصفحة 166 الآية أيضا وضعت في مستطيل أحمر قربوا لنا الآية المكذوب قوله تعالى وأحل لكم ما في الأرض جميع هذه نماذج المكتبة الشيعية وهي مكتبة الألكترونية معروفة المكتبة الشيعية مكتبة مدرسة الفقاهة مكتبة العتبة العباسية المقدسة إنه مركز المعلومات الرقمية المكتبة الألكترونية لجامعة كربلا وبعد ذلك مكتبة المحسن الألكترونية يمكنكم أن تجدوا هذا الكتاب في العديد من المواقع الألكترونية الأخرى هناك الكثير من المواقع صححت الكتابة وفقا وفقا للطبعات المتأخرة فهم رفعوا هذه الآية وجاءوا بآية صحيحة من الكتاب الكريم لكن لا علاقة لها بما أثبته النائين في أبحاثه وما أثبته الخوء في تقريراته نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثالث من أجود التقريرات إنها أبحاث النائين وقد قررها الخوء هذه من طبعات متأخرة والتي حذفت منها هذه الآية المكذوبة وجاءوا بآية صحيحة من الكتاب الكريم لكن لا علاقة للآية التي جاءوا بها وأقحموها في بحث النائين هذا هو الجزء الثالث من أجود التقريرات للخوء وهذه الطبعة الثانية مؤسسة مؤسسة صاحب الأمر قم المقدسة ألف أربعمية وثلاثين للهجرة في صفحة التاسعة والثمانين بعد المئتين في مباحث البراءة أذهب إلى موطن الحاجة من الكلام يقول الخوء معتمداً على أبحاث النائين ومقرراً لها وتوضيح ذلك أنه يبحث أولاً عن حكم العقل الكلام عما يعرف بأصالة البراءة وتوضيح ذلك أنه يبحث أولاً عن حكم العقل بالحضر أو الإباحة للأشياء مع قطع النظر عن الدليل الشرعي كي يكون البحث عقلياً وبعد إثبات حكمه بالحضر أو توقفه في الحكم يبحث عن قيام الدليل الشرعي على إباحة الأشياء على العموم حتى يثبت المخرج نظير قوله تعالى في أصل الكتاب وأحل لكم ما في الأرض جميع لأن الكلام عن أصالة البراء إذا افترضنا أن هذه فعلاً إذا افترضنا أن هذه فعلاً آية من كتاب الله فإن الكلام يأتي منسجماً لكنها ما هي بآية من كتاب الله فاضطروا إلى رفعها وجاءوا بآية أخرى نظير قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعاً الآية لا علاقة لها بالموضوع مطلقاً وهذا استحمار فوق استحمار هذا مأخوذ من الآية التاسعة والعشرين بعد البسملة من سورة البقرة أقرأ عليكم الآية من سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هم أخذوا هذه الجملة من الآية خلق لكم ما في الأرض جميعاً الآية لا علاقة لها بشؤون التشريع الآية تتحدث عن شؤون التكوين وموضوع البراءة موضوع شرعي الآية هنا تتحدث في التكوين فحينما نأتي بها ونضعها في سياق البحث الذي وضعت فيه الآية المكذوبة لا يأتي البحث منسجماً دقق النظر في الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً هذه الآية تتحدث عن التوازن البيئي تتحدث عن الاتساق الطبيعي تتحدث عن النظام التكويني لا تتحدث عن الشؤون الشرعية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً لا يعني أن الله قد أباح لنا ذلك وإنما خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء ضمن ضمن نظام تكويني دقيق حكيم فتأتي المنافع من جميع جهاته لنا هذا المضمون هو نفسه الذي جاء في الآية العشرين بعد البسملة من سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة تأتين المنافع من كل مكان في الكون تأتين المنافع من الشمس وتأتين المنافع من القمر وتأتين المنافع من المجرة كلها ومن سائر المجرات الأخرى وتأتين المنافع من الملائكة ومن الجن ومن الأفاع والعقارب لا بشكل مباشر لأن وجود الأفاعي ووجود العقارب ووجود الحيوانات المفترسة ووجود الجراثيم ووجود الأشياء الضارة قد يشكل ضررا مباشرا لنا لكنها ضمن منظومة التكوين فإنها تكون سببا في وصول المنافع التكوينية العامة إلينا ما يعرف بالتوازن البيئي في العلوم المعاصرة ما يعرف بالاتساق الطبيعي في العلوم المعاصرة الآية تتحدث عن هذا المضمون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مصداق من مصادق هذه الآية ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قطعا هذا المعنى في الأفق الذي يرتبط بنا من أن المنافع تصل إلينا وإلا متى سخر الله لنا السماوات ماذا نستطيع أن نفعل بالسماوات هذه الآية في معناها الحقيقي لا تنطبق إلا على محمد وآل محمد لأن الله قد سخر لهم كل شيء وذل كل شيء لكم هذه الآية تأتي في سياق الحديث عن الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد وإلا فهي بخصوصي وخصوصكم تأتي بمعنى إجمالي في حاشية الموضوع ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة المضمون هو هو في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وهذا المضمون بمعناه الكامل لا ينطبق إلا على محمد وآل محمد وحتى هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا محمد وآل محمد خلقهم الله له وخلق الكائنات لهم المعنى الحقيقي للآية هو هذا لا أريد أن أخوض في هذه المضامين دعونا نتحدث عن حوزة الحمير فحوزة الحمير أخذوا الآية خلق لكم ما في الأرض جميعا وجعلوها محل الآية المكذوبة وأحل لكم ما في الأرض جميعا وأحل لكم ما في الأرض جميعا هذه تأتي في سياق البراءة وهذا كلام صحيح لكنها ما هي بآية من القرآن ونحن إذا أردنا أن ننظر في تفاصيلها فإن الله ما أحل لنا كل شيء في الأرض البحار البحار تغطي أكثر الأرض وفيها أعداد هائلة من الحيوانات أكثر بكثير من الحيوانات التي على البر نحن لا نستطيع أن نأكل من حيوانات البحار إلا الأسماك التي لها قشور ولا بد أن تخرج الأسماك حية من الماء إذا كانت ميتة في الماء حتى لو كانت من أسماك القشور فإننا لا يجوز لنا أن نأكلها فإننا لا نأكل من الأسماك إلا الأسماك التي لها قشور ولا بد أن تخرج حية إلى البر أن تخرج من الماء حية حين اصطيادها ولا نأكل من سائر الحيوانات البحرية الأخرى إلا ما يعرفه العرب بجراد البحر وهو الروبيان في زماننا جراد البحر الروبيان نحن لا نأكل من حيوانات البحار إلا الأسماك بالشروط التي أجرت إليها والروبيان فقط والروبيان من الحجم الصغير من الحجم الصغير لذلك النوع الذي يقال له أم الروبيان هذا لا يجوز في دين العترة الطاهرة جراد البحر فقط أنواع الروبيان الصغيرة والأمر هو هو مع الطيور فإننا لا يجوز لنا أن نأكل من الطيور إلا بعضها أكثر الطيور لا يجوز لنا أن نأكلها ومع الحيوانات البرية كذلك لا يجوز لنا أن نأكل إلا أنواع معينة تكون قليلة جدا بالقياس إلى أعداد الحيوانات البرية الأخرى إلى بقية المطالب فكيف يكون هذا التعبير صحيحا صحيح هو يتحدث بعد ذلك على تخصيص التعميم ولكن من أين جئتنا بهذا التعميم هذا تعميم سخيف فإن الله لا يتحدث بهذه طريقة هذا ما هو بمنطق القرآن لو كانوا يدركون بلاغة القرآن هؤلاء لا يفقهون القرآن ولا يعرفون البلاغة العربية هذا الكلام ليس بليغا لأنه يتعارض مع الواقع بدرجة مئة بالمئة وأحل لكم ما في الأرض جميعا هذا الكلام ليس صحيحا ولذلك يضطر أن يتحدث بطريقة أخرى لأجل أن تمشي الأمور في البحث ولكنهم بعد ذلك رفعوا الآية وجاءوا بآية لا علاقة لها بالموضوع استحمار فوق استحمار وغباء فوق غباء هؤلاء هم مراجعون العظام أو لا يوم مراجعون العظام القضية لا تقف عند هذا المثال هذا مثال بسيط مثال بسيط إذا وجهنا أنظارنا إلى العقائد وهي الأخطر فإنهم يتحدثون عن العقائد بجهالة تكون أكثر من جهالتهم هذه وحينما يتحدثون في التفسير فإنهم يتحدثون بجهالة وتفاهة وسفاهة تكون أضعاف أضعافي هذا الجهل نحن لا نتحدث عن صغار القوم مثل ما قلت لكم يوم أمس إنني سأحدثكم عن كبار الكبار عن أساتذة الكبار وهذه الحقائق بين أيديكم كذبوني 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 سأحدثكم بالحقائق نذهب إلى فاصل إذن أستاذ المراجع الميرزى أهنائيني رجاء أعرض لنا لوحة فيها صورته وصورة الخوئ هذا هو أهنائيني وهذا هو أهنائيني وهذا هو أهنائيني تلميذه وما بين أهنائيني والخوئ افتريت هذه الآية وبقيت وبقيت تنتقل في الدروس والأبحاث هذه الكتب كتب النائيني والخوئ من المصادر التي يعتمد عليها أساتذة البحث الخارج هذه الكتب مراجع في علم الأصول مراجع للبحث والدرس كما يسمونه والتحقيق هذا مثل تحقيق شيخ علي الكوراني حينما حقق كما يقول في كذبة كذبها الغزي فحقق تحقيقا بس من جو من جو سواء الهوائل أبو ياسر هذا هو نفس التحقيق هو من التعلم منه يحققون بس من جو هذه النتائج بين أيديكم فهذا أستاذ المراجع افترى على الله سبحانه وتعالى نظير قوله تعالى أقول لك دانشاب من أين جئت بهذه الآية لا توجد آية هكذا في كتاب الله دانشاب المراجع الحضار في بحثه ودرسه النجف النجف تخرج لنا الجهابث هؤلاء هم الجهابث جهابث الحمير هؤلاء هم الفطاح أساطين المذهب لا تقولوا مثل ما يقولون لكم من أنني أبحث عن صغائر الأمور هذه مباني مباني هذه مباني علم الأصول هذه مباني وهذا أستاذ الأساتذة لو كان الكلام في حديث عابر أو كان الكلام في موضوع عرضي لما وقفت عند هذه النقطة لأنني أنا نفسي أخطئ في هذا ولكن في موضوع عابر في قضية عرضية لكن لا أن يكون بمستوى البحث الخارج وبمستوى تأسيس المباني الأصولية وبمستوى أن يقرره الخوئي وأن يكرر نظاره في هذه التقريرات وأن يقوم بتغيير عبائرها وتبقى الآية على حالها فأين هؤلاء الفطاحل والعظام الذين كانوا يتابعون أبحاث النائين وأين كان هذا الخوئي الذي هو أعلم العلماء وزعيم الحوزة العلمية في النجاف ومن أنه كالشمس تشرق في النجاف هكذا يصفونه حينما يتحدثون عنه أنه كالشمس ترسل أشعتها في كل مكان سحنا من ندري هم من ياجهة ترسل هذه الأشعة اللو من فوق من جوة من ندري بس النتائج واضحة النتائج واضحة إرسال الأشعة من جوة ومو من فوق الخوئي نفسه لم يصحح لم يصحح بعد ذلك جاءوا فصححوا وكيف صححوا صححوا بآية لا علاقة لها بالموضوع هذه حوزة حمير أم هي حوزة فطاحل حوزة فطاحل لكنهم حمير إنهم فطاحل الحمير ما هم الحمير أيضا منهم الفطاحل ومنهم الجعوش الجعوش هؤلاء الصغار فالحمير منهم فطاحل ومنهم جحوش أني أهل الشيعة بحوزة الحمير ردوها علي إن استطعتم ردوها علي ستأتي التفاصيل الاستحمارية والجحشية في حلقاتنا القادمة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية بعيدا عن هؤلاء الحمير وأتباعهم الجعوش زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله زهرائيون نحن